ورجعنا تاني مع حضراتكم خلينا نكمل فقراتنا اليوم ليوم الخميس وعايزة روح معاكم إلى الغاز الطبيعي اللي أصبحت مصر الحقيقة بتقوم بتصديره وده من الأشياء المهمة جدا اللي أصبحت يعني من الأشياء المهمة في اقتصادنا المصري بشكل كبير وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية لكل من الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إيني الإيطالية للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهم في المنطقة خلينا كمان نقول إنه المجلس قال إن المشروع يقام في إطار توجه الدولة نحو زيادة الكميات المنتجة من الغاز وده طبعا إحنا كلنا متابعينه إنه دي من الأشياء اللي مصر كمان بتحاول وبتساعد إن اقتصادها يبقى متنوع يعني تشوف الموارد بتاعتك أنت ممكن تعتمد على إيه فطبعا هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي في تناول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط والاستمرارية كمان زي ما أنت معتاد وإنك بدأت فعلا تصدر فيبقى فيه استمرارية في تصدير الغاز الطبيعي اتبعا